معي الأستاذ خالد أحمد رئيس جمعية الرئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ أهلا بك أستاذ شكرا على استدامة وشكرا لتلبية الدعوة ومشاركة معنا في 90 دقيقة أخبار أستاذ خالد أحمد ما تقييمكم لامتحانات شهادة تعليم المتوسط؟ والله هي بالنسبة لشهادة تعليم المتوسط يعني كنت ظروف مهيئة أحسن من شهادة الباكالوريا إلى أن تحفظ فيما يخص اليوم الأول جراء أربع امتحانات في اليوم للواحد في الفترة الصباحية كانت اللغة العربية والفيزياء يعني مادتين فكريتين وفي المساء كانت مادتين للحفظ يعني هذه كانت وربما نقطة سوداء في هذا الامتحان هذا وباقي الأعمال كانت جد وظروف كانت جد ومهيئة يعني نشكر كل القائمين على الامتحانات على الروح والتفاني في العمل مع الظروف التي نعيشها نحلو فيها نهاية الفصل الثالث نعم أستاذ خالد أحمد ذكرت نقطة مهمة هي أربعة امتحانات أربعة امتحانات في يوم واحد منها مواد علمية وأتبية لكن الجد والامتحانات كان مبرمج سابقاً لماذا لم يكن فيه ربما طلب بتغيير الجد والقبل الامتحانات؟ فعلاً احنا لو استشرتنا الوزارة التربية الوطنية في هذا الموضوع هذا لقد اقترحنا إضافة يوم الرابع للامتحان على الشهادة المتوسط لأن ثلاث أيام لا تكفي للتلميذ اختيار مثلاً وتخصيص ساعة ونصف للغة العربية في موضوع قيم وموضوع كبير جداً نخصيص له ساعة ونصف يظهر لي عمل جد وصعب جداً على التلاميذ لأن الوقت غير كامل لدراسة ومناقشة والإجابة على الموضوع في اللغة العربية وبذلك احنا رايحين نطلبه في الوزارة باش تضيف يوم الرابع للامتحان تعشية المتوسط حتى يكون التلاميذ على استراحة تامة لاستعداد لهذا الامتحان هذا المهم جداً للانتقال من مرحل التعليم الثانوي من مرحل التعليم المتوسطي إلى مرحل التعليم الثانوي نعم أستاذ خالد أحمد استسمحك لكن لنبط المباشر العزميلة رادية بن هباج المتواجدة بإحدى الثانويات في العاصمة لموافاتنا مع تلميذين مترشحين لامتحان شهادة التعليم المتوسط أهلاً بك رادية أهلاً إيمان أهلاً رادية أرى معك تلميذين مترشحين لامتحان شهادة الباكالوريا كيف كان الامتحان اليوم؟ ردود أفعال التلاميذ بخصوص هذا الامتحان امتحانتنا لشهادة تعليم المتوسط إيمان وشي الباكالوريا؟ عفواً تود لي رادية إيمان إيمان خرج التلاميذ منذ دقائق معدودة من امتحان مادة العلوم الطبيعية معي كما تشاهدون تلميذين حتى نستقي آراءهما حول الموضوع كيف كان التلميذ الأول محمد محمد كيفاش كان كيفاش كان يعني بالنسبة لك امتحان مادة العلوم الطبيعية؟ نعرف أنها مادة مهمة بالنسبة لكم كان سهل بمجرد الجامع كانوا تروزهم تريمس ما طاحش طاح غير تريمس تاني وكان يشمل كلش كعوش قلينا طاح وسهل الحمد لله يعني وش كانوا الأسئلة وش تضمنوا؟ تضمنوا على الزغابة المعاوية على الأعضاء الحسية وعلى تطعنص كوزاس يعني كان طويل الموضوع ولا شتو كان مليح؟ كان في المستوى نرمال وش طويل ما شخصي شكرا محمد نشوف تلميذ ثاني لكن تلميذ ثاني ما نشحن منسق سيكش على الامتحان كيفاش كان أنا نقول لك أنه خلاص اليوم الآخر تعل الامتحانات كيفاش مروا الامتحانات كامل بالنسبة لك؟ مروا ملاح مروا سهلين كانوا في متناول جامع كانت غلمس آلتها رياضية شوية وعراء كانوا كامل سهلين كانوا في متناول جامع ليحفوظ بيانسور إن شاء الله يعاونونا في تصحيحه شكي بقولي للآن كملتوا الامتحانات وشن هو البرنامج اللي حيكون في المساء؟ يعني وش رايح تدير ربما تخرج تحوص وش رايح تدير اليوم؟ أنا رايح نخرج لابيسين رايح لابيسين مع أصدقائك؟ نتمنى لك إن شاء الله نجاح نتمنى لك جوز وقت ممتع لشياء إن شاء الله إذن إيمانا إلى هنا مشاهدنا الكرام كما تابعتمونا كنا في تغطية مباشرة أنا كان فقط تسألي التلميذ اللي معاكي بخصوص أربعة امتحانات في يوم واحد كيفاش كانوا يوفقوا في المراجعة بين كل هذه المواد؟ شكي بقولي لو إيمانا تطرح سؤال كنت تجوز أكتر من امتحان في اليوم كأن اليوم الأول فوت أربع امتحانات كيفاش كنتوا تقدروا تتراجعوا ثلاثة أو أربع امتحانات؟ كيفاش شفت أنت يا هد الشي ثلاثة امتحانات أو أربعة في اليوم؟ كانوا كامل سهلين كانوا في متناول الجامع كي كنا نجوزوا صباح نراجعوا في اليوم كي نجوزوا لحشية يمدوننا مهلة الأخبار نجوزوا على ثلاثة مشي على الوحدة من الوحدة ثلاثة وقعدوا يعني ما شفتوش أنه ربما بزر فعليكم جوزوا أربع مواد في اليوم؟ لا لا مليحة كدك خال أنت كتب مراجع مليحة لذلك لي جاك سهل شكرا شاكيب شكرا قد إيمانا إلى هنا تغطيت امتحانات شاهد يعني كل امتحانات بالنسبة لكل مستويات كنا على المباشر في امتحان شهادة التعليم الابتدائي امتحان البكالوريا وكذلك امتحان شهادة التعليم المتوسط ربما نشكر المشاهدين اللي تبعونا نتمنى أن يكونوا توفقنا في التغطية ومشكر في الأخير كل الفرقة اللي راهي معايا من المصورين اللي كانوا معانا دحمان السائق وزميلة أكيد زميلة لليا داود اللي كانت غطت معايا هذا الحدث نتمنى أن المشاهدين توفقنا وأننا لحقنا لهم كل كبيرة وصغيرة حول هذه الامتحانات نعم شكرا جزيلا لك يا رادية على هذه التغطية نتمنى أن يكون النجاح لكل تلميذ المترشحين سواء في امتحان شهادة التعليم الابتدائي والبكالوريا والمتوسط بتوفيق للجميع وشكر موصول لك يا زميلة رادية لكل الفريق التقني اللي معاك شكرا إيمان شكرا العفوة أعود لك أستاذ خالد أحمد أيضا اليوم ينتهي مسلسل الامتحانات في الجزائر معدى امتحان لغة الأمازيغية في الفترة المسائية كنا تحدثنا قبل قليل عن تقييم هذه الامتحانات وتكرنا نقطة مهمة هي أربعة برمجة أربعة امتحانات في يوم واحد وأنتم قلتم بأنكم طالبتم الوزارة بإدراج يوم رابع في الامتحانات سنة المقبلة إن شاء الله لو نتحدث عن الامتحانات التي تخللت هذه الامتحانات من تسريب مواضيع الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي هو لكان هذه الحادثة صارت في امتحانات الباكالوريا وشهدتها حتى امتحانات شهادة المتوسط فعلا ولكن ليكن في علمكم أن الحادثة هذه تعتسر بالمواضيع في الفيسبوك ولدت اليوم أولا وليست في الجزائر فقط بل في بعض بلدان العربية وفي الصين الشعبية وفي بعض دول أوروبية ولكن نحن فاقت التوقعات لأن لما تكون شبكة مختصة في التزوير وفي المواضيع خاطئة في الفيسبوك من أجل تغيط لأبنائنا وخداعهم في الامتحان المصيري مثل الباكالوريا أو مثل الشيطان المتوسط فهو مؤسف جدا لأن أخذنا كل الاحتياطات للغش الجماعي مثل ما حدث في سنة 2013 أو 2012 ولكن هذا العمل يهدي ينبغي الآن لها التحذير مسبقا للسنوات المقبلة ولكن دائما نقول بأن الامتحان بصفة عامة جرت في ظروف عادية جدا وظروف جيدة ما عدا هذا الخطأ في الباكالوريا في اللغة العربية وإلا الأعمال التي شهدها الفيسبوك والذي أثر سلبا على مجموعة قليلة من التلاميذ بطبيعة عال وليس على الكل وهذا نتمنى من الوزارة أخذ احتياطة انتحها لكي تدافع ولتحمي التلميذ مستقبلا من هذه الأعمال الدنيئة التي تسيئ إلى قطع التربية وتسيئ إلى سمعة الشهادات الجزائرية في المنظمات العالمية نعم أستاذ خالد أحمد في الباكالوريا كانوا يقولوا بأن التلميذ هو الذي كان يدخل أجهزة الهواتف الذاكية بتقنية الجيل الثالث ويقوم بتصوير الموضوع وبثي على مواقع تواصل الاجتماعي لكن الحادثة تكررت في امتحان البيام وكان في ترويج مواقع أسئلة الامتحانات الرسمية على مواقع تواصل الاجتماعي هنا سؤال يطرح من وراء هذه الحادثة يظهر لي كانت تحايل كبير من طرف بعض التلاميذ لإدخال هذه الأجهزة المؤمنة جدا إلى الأقسم ولكن ينبغي أن نشاهد أن بعض الحرص أيضا تهاونوا وأهملوا واجبهم المهني لأن مهما يكون من الأمر فإن هذه الأجهزة التي يدخلها التلميذ لقسم الامتحان فهي إما أن تكون من تواطئ الحراس وإلا من إغفال هذا الطاقم المختص للحراسة والمراقبات على الامتحانات ولكن ينبغي أن نفكر الآن مستقبلا كيف نقضي على هذا الآفع وهذا الظاهرة السلبية في الدخول عند الساحة قبل الدخول إلى الأقسم لا بد من مراقبة شديدة وهناك أجهزة مثل أجهزة الشرطة التي يراقبون بها في الطروقات أجهزة عصرية يمكن مراقبة هذه الهواتف النقالة أو الهواتف الذكية في بداية الدخول إلى المؤسسات الطربوية قبل إجراء الامتحان وقبل الاتصال مباشرة بالفيسبوك أو بالتويتر أو بأجهزة أخرى أستاذ خالد أحمد همي يخص هذه السبب الرئيسي الذي أدى إلى اللجوء إلى أسليب الغش بتقنيات الحديثة ربما يرجع إلى نقص المستوى تلميذ الإخلام وربما هم يلجأون إلى الغش يشوف روحه غير قادر يعني مستوى غير قادر على اجتياز الامتحان يرجع إلى أسليب الغش هل ربما نقول بأن هذا يرجع إلى ضعف المنظومة التربوية أو إلى البرنامج الدراسي الذي يقدم للتلميذ خصوصا أنه يدرس طوال السنة ومبعد يروحه يشتاز ثلاث أربع امتحانات بالنسبة لامتحان البيام وامتحانين بالنسبة للبكالوريا شكرا لك على هذا السؤال هذا القيم أنا أعتبر أن هذه الأعمال التي صدرت في السنوات الأخيرة من عملية الغش الجماعي والعنف ويستعمال الهواتف الذكية في الامتحانات الرسمية يظهر لي باللي أن التلاميذ ولو أننا لا نساند ولا نؤيد هذه الأعمال ولكن نقول باللي الإضرابات والإضطرابات بصفة عامة ومشاكل التي يعاني منها قطع التربية هي التي تدفع الأولياء إلى القلق وتدفع التلاميذ إلى القلق يريدون الانتقال بأي طريقة وما تلقاوش تلاميذ هذا حقهم من التربية من التعليم بشي يعتمد على نفسه وبذلك فيه عوامل سلبية وربما نقدر نسميها سلبية عوامل كثيرة أثرت على سلوك التلاميذ وعلى أعمالهم التي تدفعهم إلى مثل هذا السلوك الدني في امتحان شهادة بكالوريا لأنه يعتبر المنعارج الحاسم في حياة الطالب ينتقل من التعليم إلى الحياة الجميعية أو ينتقل إلى الشارع وبذلك فيه عوامل لابد أن نراجع المنظومة التربية بصفة عامة ونقضي على الإضراب ونقضي على الإضرابات ونشارك معا في القرار الذي يخدم من قطاع التربية والذي يخدم من منظومة التربية ونحن نساعدون جدا بوجود الوزيرة هذه في قطاع التربية التي تشاركنا دوريا في هذه الأمور ونتمنى زيدا من التشاور والتفاهم والتعاون والتكاثف حتى نصل إلى منظومة تربية حقيقية ونصل إلى إصلاحات جذرية لقطاع التربية الذي يعاني العشرية من كثير من الإضرابات والإضرابات في قطاع التربية نعم وربما هذه كل التجاوزات أو الأحداث التي هي لساثمت في ضعف المنظومة التربوية لكن نكرت نقطة مهمة أستاذ خالد أحمد وهي نقطة أن تلميذ لا يهمه تلميذ سواء تلميذ حتى أولياءه لا يهمهم فقط أن تلميذ ينتقل إلى السنة المقبلة سواء بالنسبة من السنة الأولى إلى السنة الثانية إلى السنة الرابعة إلى التعليم الثانوي ربما هذه النقطة لكن تدخل في عقلية الأولياء أو حتى التلميذ فقط الانتقال حتى وإن كان لديه المستوى ليسمحوا أن ينتقل به للمرحلة القادمة ربما هل لديكم نصيحة بما أنكم رئيس جمعية أولياء التلميذ لأولياء التلميذ فيما يخص هذه النقطة ليهمنا فقط الانتقال وإنما هو المستوى أن تلميذ لما ينتقل إلى سنة مثلا من سنة الرابعة إلى سنة أولى الثانوي يكون بمعندوش مستوى ربما ما حيفش في المرحلة الثانوي بطبيعة نحن دايما في الجمعية العامة لأولياء التلميذ ننصح الأولياء على أن يعتمدوا على الجدية في العمل ومرافقة الإبن أو البنت في المؤسسة منذ السنة الأولى من الدخول المدرسي لها وليس فقط في أثناء الامتحانات نهاية السنة في شهد الابتدائية وفي شهد المتوسط وفي شهد الباكالورية بل الاعتناء يتم منذ السنة الأولى لأن هذا العمل سيأتي بثماره في نهاية المطاف ولا ننتظر سبع سنوات أو عشر سنوات أو 13 سنة بالتعليم الإنزامي وزيد التعليم الثانوي بش نروح أن نستعمل وسائل الغش أو وسائل الحيال الكثيرة في اجتياز الامتحان والانتقال من مستوى إلى مستوى آخر أو الانتقال من قسم إلى قسم بل أننا يجب أن نرعى التلميذ منذ صغره ونوجهه توجيه حسناً توجيه صحيحاً لأن هذا التلميذ الذي نعوده على الغش كيف يكون غدوة طبيباً كيف يكون غدوة طياراً كيف يكون غدوة وزيراً كيف يكون رئيساً كيف يكون كذا إذن نعلمهم الجدية في العمل والإجتهاد من جدة وجدة ومن زرعة حصدة أكيد لكن ربما هذا لا يرجع ربما إلى نقص الوعي ربما إنه نقص التنسيق بينكم بما أنكم رئيس جمعية أولياء التلميذ تنسيق بينكم ربما المستوى فيما يخص هذا المستوى يعني يكون عنده تنميذ مستوى جيد حتى يتنقل ليهموش فقط أنه ولده ينتقل نعم نحن كما قلت ساليفاً أننا نوجه نداء نوجه نداء إلى التلميذ بالدرجة الأولى أنهم يعملون بكل جدية وبكل حزم وبكل إيرادة يهتم إلا بالدراسة التعالي ولا يهتم بأمور أخرى أما فيما يخص التنسيق والعمل الجماعي أو العمل بيننا وبين أولياء التلميذ بطبيعة الحال نحن نعتبر الشركة أساسية سيد خالد أحمد لكن لا يجب ربما تكون في دورات تكوينية مع الأولياء التلميذ ربما تحسيسية حتى تحسوا الأولياء التلميذ بأهمية ربما المستوى الدراسي عوض الاهتمام فقط بالانتقال إلى الأقسام الأولياء فعلاً شرعنا فيها ليكون فعلاً لكم أننا نحصل على الاعتماد في سنة 2013 إذن الآن لنا عامين فقط من الاعتماد تعنا ولكن قمنا بالنشاط وقدرنا أول ندوة تكوينية لإطارات الجمعية أولية التلميذ في البوليدا في شهر نوفمبر 2014 وهذه الدورات ستكون ولائية سنوزح على الولايات كلها من أجل تكوين أولاً الأولياء وتوعيتهم وتحسيسهم على ضرورة متابعة أبنائهم والحرس ومرافقتهم من داخل البيت إلى الحجرة التي يدرسوا فيها وبذلك نحن عام الجبار ينتظرون شرعنا في الندوة هذه في أيام تكوينية لأولياء التلاميذ والجمعيات على مستوى القطر الجزائري والهيكل التي ستشرعت في تنسيدها منذ شهر نوفمبر في كل ولاية ندوة ولائية أو ندوة وطنية وسنواصل على هذه الوتيرة وإن شاء الله بالتعاون بطبيعة حال مع الوزر التربية الوطنية لكن هي كفية أن تكون فقط دورات تكوينية مرة واحدة في السنة ربما تكون فيه دورات أسبوعية أو حتى شهرية حتى يكون فيه تنسيق أكثر بينكم بين أولياء التلاميذ سؤال أخي أستاذ خالد أحمد فيما يخص التوجيه بما أنه انتهت الامتحانات الرسمية الآن ندخل مرحلة توجيه التلاميذ بعد خروج النتائج ربما الأولياء عندهم دور أيضا في توجيه أبنائهم بطبيعة حال صحة لتقدمها الأولياء أنه ما يضغطوش على أولادهم لاختيار تخصص معين وإنما يكون مرافقة النتائج يعني يشوفوا وليدهم المستوى ديالو في أي تخصص يكون ربما يساعدهم نعم لتلبية طلبات الأولياء في توجيه أبنائهم أمر صعب جدا حتى التلاميذ أنفسهم في السنة الرابعة متوسط أو في السنة أولى الثانوية في السنة الثانوية أو حتى النجاحين في شهادة الباكالوريا التوجيه أصبح حائقا كبيرا بين أولا بين الولي والإبن وبين الأسرة والمؤسسة الطربوية لأن التوجيه أنا صرحت عدة مرات في وسائل الإعلام أننا نريد من الوزارة أنها تلغي كل الامتحانات هذه الشهادة المتدائي والشهادة المتوسط والشهادة الباكالوريا نعتمد على البطاقة التركيبية البطاقة التركيبية هي تحدد ما صير التلميذ إذا كان ينتقل وتوجه حسناً شكراً جزيلاً لك على قبولك المشاركة شكراً جزيلاً لك